بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن ترجعوا سالمين إلى سالمين ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين الله صل على الأصم الله حمد الله مصلي على محمد وغالي حمد هناك قاعدة عقلية يدل عليها العقل السليم ذكرت في مباحث أصول الدين وهي قاعدة اللطف الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا العالم عبثا لم يخلقه باطلا بل خلقه بالحق وخلقه لأجل غرض قال سبحانه وتعالى في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لماذا يعبدون؟ في آية أخرى الله عز وجل يقول إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم ليرحم المخلوقات وطريق الرحمة طريق الإنسان للوصول إلى الرحمة هو العبادة إذا عبد الله سبحانه وتعالى فإنه يستحق لهذه الرحمة ولكن هل العقل وحده يبين لنا العبادة وكيفيتها؟ الجواب لا العقل يكتشف لزوم العبادة وجوب شكر المنعم لكن كيف تعبد؟ هذه الكيفية العقل عاجز عن إدراكها فالله سبحانه وتعالى لطفاً بالعباد أرسل الأنبياء وجعل للأنبياء أوصياء ولولا إرسال الأنبياء والأوصياء ما كان يتحقق الغرض من خلقة هذا العالم فكان يكون الخلقة عبث لأنه العبث شنو هو معنى؟ الفعل من غير غرض هذا يصبح عبث أما الفعل لأجل غرض هذا لا يكون عبثاً يعني مرة واحد مثلاً يحرك أصابع هكذا يقولون يعبث بأصابعه لكن إذا كان الطبيب قال لحرك الأصابع بهذه الكيفية هذا يسمى عبث؟ لا لماذا؟ لوجود غرض في هذه الحركة الله عز وجل الغرض من خلق العالم العبادة اللي هي طريق إلى الرحمة ولولا إرسال الرسل وإنزال الكتب ما كان يتبين كيفية العبادة فالغرض ما كان يحصل كان يكون الخلق عبث هذه العلماء في أصول الدين يسموها قاعدة اللطف هذا اللطف الواجب يعني لتحقق الغرض ولكي لا يكون عبثاً الله عز وجل لكي لا تكون الخلقة عبثاً الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب زين إذا الناس اعتمروا بأوامر الأنبياء والأوصية وانتهوا بنواهيهم اللي هي أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه فهنا هم المستفيدين إذا ما اعتمروا ما انتهوا هذه المشكلة فيهم وليست المشكلة من قبل الأنبياء والأوصية ومن قبل الله سبحانه وتعالى يعني مثلاً إذا أحدنا هذا مثال لتقريب المطلب إلى الذهن إذا أحدنا رأى شخصاً طفلاً هذا الطفل لا يسقط في حفرة من حيث لا يشعر وهو يتمكن من أن يأخذ بيد هذا الطفل لكي لا يسقط إذا لم يأخذ بيده هذا من حيث العقلاء مذموم بس الطفل لا يشعر لكن إذا إنسان كبير فأرشدناه أن أمامك حفرة لا تسقط فيها حسوا إذا هو ما سمع هذا الكلام وسار وسقط أنا ملوم لا ليش لأني أديته ما علي أرشدته هو الملوم لماذا؟ لأنه لم يستمع إلى هذه الموعظة لذا بحكم العقل قبل حكم الشرع يجب اتباع الأنبياء والأوصياء لأنه إذا واحد ما يتبعهم لا يعرف الكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى حس الإنسان إذا ما اتبع هذه المشكلة بعد مو من الله ولا من الرسول ولا من الأنبياء ولا من الأوصياء وإنما المشكلة من الإنسان نفسه قل فلله الحجة البالغة الله عز وجل الحجة الواصلة للخلق أوصلها حس إذا هم وما يسمعون مشكلة فيهم هذا البحث بشكل مختصر أشرنا إليه كمقدمة ولا أريد أن أطيل عليكم كثيرا لأن الوقت شوية متأخر أيضا قاعدة اللطف من القواعد العقلية المسلمة أي عاقل إذا التفت إلى مقدماتها يسلم بهذه القاعدة الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وآله ولكن كما هو واضح أن المجتمع البشري يحتاج إلى إرشاد دائم إرشاد دائم لذا من اليوم الذي خلق الله سبحانه وتعالى آدم أنزله إلى الكرة الأرضية كان خليفة على هذه الأرض وكان نبيا ولم ينقطع الأنبياء والأوصياء من ذلك اليوم إلى هذا اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها زين الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى بيّن للناس وجوب التمسك بالعترة الطاهرة لماذا القرآن وحده لا يكفي الجواب لا حتى الله في نفس القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن يحتاج إلى توضيح يحتاج إلى تفسير يحتاج إلى الرد المتشابه إلى المحكم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ولذا نرى أنه في كثير من الآيات القرآنية تعددت الأقوال في بعض الآيات أكو عشرين قول وكل واحد يستدل بالقرآن لكي يصل إلى ما يريده فلذا القرآن يحتاج إلى مكمل القرآن من الله يحتاج إلى مكمل من الله سبحانه وتعالى أيضا المكمل هم العترة هم العترة لذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول تاركن فيكم الثقلين الثقلين يعني الأمران الذي لهما ثقل كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا يعني التمسك بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليس أمرا غيبيا فقط أنت تعتقد وأنتهى الأمر لا أعتقد وأيضا لازم يكون تمسك التمسك مو مجرد كلام تقول أنا مسكت الحبل يعني شنو مسكت الحبل يعني علمت بوجوده إذا واحد يعلم فتحبل أكو هنا تمسك به لا متى يكون التمسك إذا قبضه بيده إحنا هم نقول متمسكين بأهل البيت يعني شنو بس نشوفه ونقول هو إمام من قبل الله سبحانه وتعالى هذا ليس تمسكا في كلام الرسول أكو عناية لأن كلام الرسول صلى الله عليه وآله في كل كلمة أكو غرض فيه وكل كلمة في موقعها تمسك يعني الاعتقاد ومن ثم العمل على طبق كلامه وإلا يصير الحالة اللي ألان عليها المسلمون أنتوا ألان روحوا واستقطع النظر عن الفروع الدين الخلافات اللي نشوفها في كيفية الصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك في مساء الاعتقادات الله عز وجل ما هو تروح إلى المدرسة السلفية يقول الله جسم قاعد على المنبر يوم القيامة العرش يصور كأنه كرسي جالس عليه ومخلي أربع أصابع فاصلة بين الأريكة اللي يتكع عليها هذا مكان يخليه للرسول صلى الله عليه وآله ويوم القيامة في البخاري يدخل رجله في نار جهنم وأنه شاب أمرد يعني ما عنده لحية شعره قطط يعني مجعد شعره ولابس نعلان من ذهب حتى محمد بن عبد الوهاب في إحدى كتبه يبين أنه إحنا في بيان أوصاف الله سبحانه وتعالى مضمون كلامه لازم لا نبينها للعوام ليش لأنه إذا تبين هالشكل رب للعوام زين عدهم عقول يعني هذي شلون رب يعني ويوم الجمعة وليلة الجمعة يركب على حمار وينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا وهكذا وهل مجرة ولذا في الواقع السلفيين يعبدون صنما لا يعبدون الله لأنه واحد بهذه المواصفات جالس على كرسي وعند نعل من ذهب ما أدري شعر قطط كذا يدخل رجلة في نار جهنم ويركب على حمار أجلكم الله هذا مو الله هذا صنن نعم نحن نعتقد أن كل من يتشهد الشهادتين هذا تسهيلا من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين يحكم في الظاهر بأحكام المسلمين يعني طاهر مونجس يدفن في مقابر المسلمين التناكح التزاوج كذا جائز هذه تسهيلا على المؤمنين وإلا الشخص الذي اعتقاد بالله كاعتقاده بصنم هذا في الواقع كافر في آية شريفة الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة للمنافقين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني شنو الله يستهزئ بهم بمعنى أنه في الدنيا حسب بعض المفسرين يتعامل معهم معاملة المؤمنين وفي الآخرة يتعامل معهم معاملة الكافرين إن المنافقين في الدرك الأسفلي من النار ففي الدنيا هو يتعامل معهم معاملة المؤمن وفي الآخرة معاملة الكافر كالمستهزئ بهم نتيجة لاستهزائهم بآيات الله ورسوله شنو السبب أنه واحد مسلم لكن هو في الواقع عابد صنم صنم صنعه بخياله ما لوجود هالشكل شي لماذا؟ لابتعاده عن القرآن وعن أهل البيت يشوف آية في القرآن هي من الآيات المتشابهة يحملها على ظاهرها ويترك الآية المحكمة الآية المحكمة تقول لن تراني الآية المحكمة تقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أكو آية متشابهة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة يتصور إلى ربها ناظرة يعني يتشوف الله مع أن المقصود بها إلى رحمة ربها ناظرة مثل ما نقول انظر إلي بعينا رحيمة يعني شوني يعني بعينك شوفيني أو ارحمني يعني هذا معنى فترك أهل البيت سبب هذا أنه الاعتقاد بالرب يكون اعتقاد بصنم بعد ذلك انجر إلى مسائل كثيرة أنت في فعلك مختار أو مكره يعني أنا الآن أتكلم هل باختياري أتكلم؟ أو مجبور مضطر مكره على الكلام؟ أنتوا جالسين هنا هل باختياركم جالسين؟ أو مكرهين؟ هذا من الأمور البديهية اللي كل عاقل يفهمها أنه نحن في تصرفاتنا مختارين أنا عندما أحرك إيدي مختار في حركتها ليست كحركة الذي مبتلا بالرعاش اللي مو باختياره هذا واضح يعني من الأمور البديهية بس الابتعاد عن طريق ومدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يؤدي إلى أن واحد ينكر حتى البديهيات الأشاعر وهم أكثر السنة يعتقدون بأن الإنسان مكرح كل أفعالنا هي أفعال الله سبحانه وتعالى فأكو قسم من العامة بعد أسوأ الجهمية وكذلك الوهابيين أيضا يعتقدون بذلك الإنسان مكرح زين إذا أنت مكرح يعني الله أجبرك فليش يعاقبك أليس هذا من الظلم؟ يعني نحن نجبر أحدا نلجئه على عمل نفتح وفرض فما إذا أخذنا واحد والعياذ بالله فتحنا فمه بدون اختياره ثم أرقنا في فيه الخمر زين؟ بدون اختيار ملجأ على هذا وثم نجي نقول لأنت شربت الخمر ونحده هذا من العدل هذا مو من العدل وإن ربك ليس بظلام للعبيد لكن المشكلة الابتعاد عن مدرسة أهل البيت وطريق أهل البيت يسبب حتى الإنسان البديهيات ينكرها ويحمل الآيات القرآنية على هذه الأمور يقول إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء هذه الآية الشريفة القرآنية زين فالله يهدي من يشاء احنا مو باختيارنا مع أن الله سبحانه وتعالى مشيئته ليست عبث وإنما مشيئته بسبب أن الإنسان إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يفسق الإنسان اللهم لا يلطف عليه الألطاف الخفية الإنسان يفسق فالله سبحانه وتعالى لا يلطف عليه الألطاف الخفية مثل ما واحد يقول هذا فسد ابنه يعني شنو فسد ابنه يعني تركه 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 إلى أن ابنه مثلا ارتبط بعصابة وكذا فسد ليس معناه أنه أجبره على ذلك وإنما معناه تركه إلى أن وقع في هذا الوادي الله عز وجل يلطف بالجميع الله عز وجل يلطف بالجميع لكن إذا واحد فسق ظلم زين مرة مرتين كذا الله يتركه وشأنه بعدين يجي الاعتقاد بالرسول صلى الله عليه وآله اعتقاد واحد من لا يقبل أن ينسب إليه ما ينسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأحيان واحد يسمع إذاعاتهم يقرأ في كتبهم ينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وآله أمور لا يقبل الواحد منهم أن تنسب إلى نفسه وبعد ذلك في الأعمال هذا السبب شنو هو السبب الإبتعاد عن الطريق الصحيح الله عز وجل في الآية اللي تلوناها في أول الكلام يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني شنو هي السبع المثاني؟ سورة الحمد القرآن العظيم بقية القرآن في الروايات عندنا السبع من المثاني هي سورة الحمد وفي روايات أخرى تأويل السبع من المثاني بالأعمة عليهم الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الله عز وجل ثناهم بالقرآن قرنهم بالقرآن الكريم وسورة الحمد تدعو إليهم إهدنا الصراط واستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعوة إليهم زين إحنا الآن نقول أولئك لابتعادهم عن أهل البيت وقعوا فريسة الذئاب مثل معاوية وأتباع معاوية نشروا هذه الأقاويل الفاسدة بين المسلمين وكعب الأحبار اللي دخل الإسرائيليات في عقائد المسلمين وثم نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت من المسلمات عندهم إحنا الحمد لله الله عز وجل من علينا كنا في هذه المدرسة مدرسة أهل البيت بس هذا يكفي جواب كلا لا يكفي يجب على كل واحد مننا أن يكون مثالا مصغرا لهذه المدرسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذه كلمة معروفة كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم مو معنى أنه لا تدعو بلسانك لا تعظ لا المعنى أنه يكون عملك قبل لسانك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في كلمة يقول لأ ينصح أصحابه ويعظهم بأن يكونوا ناس مؤمنين حتى يقول الناس رحم الله جعفرا لقد أحسن تأديبه أصحابه خاصة في هذا العالم في عالم اليوم الفضاء مفتوح العالم صاير قرية صغيرة كل شيء مكشوف فسقط النظر عن ذلك الله سبحانه وتعالى يرى أعمالنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني الآيام عليهم الصلاة والسلام والآن عالم مفتوح كل شيء منكشف الناس نحن إذا كنا ممثلين صادقين في الحقيقة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا تأثير من ألف كلمة يكون أكثر أحد الأصدقاء نقل لي كان مدرس في إحدى المدن في السعودية فكأن أكو أحد المدرسين من أسرة وهابية فيقول حسب الشغل والوظيفة والعمل صادقناه وصادقنا فتأثر بالأخلاق اللي موجودة فيوم من الأيام ذكر أنه إحنا عدنا أقرباء ذولة اللي هم تصورات خاطئة عنكم أنتوا الشيعة فقلنا لما يخالف إحنا نسوي دعوة حتى يجون يشوفهم يقول دعوناهم رجالا ونساء وجاءوا إلى البيت هم ميدرون إحنا شيعة استقبلناهم بالاستقبال المناسب وجلسنا معهم وحدثناهم وحدثونا فلما ذهبوا يقول بعدين هذا صاحبنا زميلنا في الدراسة يقول يوم الثاني في التدريس يقول في اليوم الثاني قال لي أنه بعد ما خرجنا قلنا لهم أن هؤلاء كانوا من الشيعة الرافضة يقول ما صدقوا وقالوا لا على كل حال مصوري لهم الشيعة كأن لهم قرون وذيول وما إلى ذلك على كل حال إلى أن تأكدوا بعد فترة أن هؤلاء كانوا الشيعة أصلا صار في أفكارهم انقلاب تغير أنه إحنا نسمع شيء ونرى شيء آخر بس لو يسمع شيء ويشوف نفس الشيء والعياذ بالله يتأكد عنده ولو من واحد إذا واحد خدع مسافر عندما يرجع يرجع بتصور سلبي عن كل أهل تلك المدينة وهذا يعني من طبيعة الإنسان مع أنه لا تزر وازرة وزر أخرى فكل واحد من عندنا لازم في أي موقف من المواقف يكون ممثل صادق وحقيقي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولعل موقفا واحد يكون سبب لهداية الكثيرين لأن الإنسان لا يعلم أي موقف من المواقف هو المؤثر لذا الإنسان دائما لازم يكون ملتفت أكفت حديث ولو مو مربوط في بحثنا بس من باب المناسب نذكره الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا تستصغرن شيئا من الطاعات فلعل فيها رضا الله ولا تستحقرن شيئا من الذنوب فلعل فيه غضب الله ولا تستحقرن عبدا من عباد الله فلعله ولي الله زيان العمل الإنسان يعمله لا يعلم أي عمل هو المؤثر فلذا دائما لازم يكون عمل صحيح لا يقول الله كريم صحيح الله سبحانه وتعالى كريم ولكن كريم لمن يستحق الكرم وإلا الكريم إذا أعطى من لا يستحق هذا مو فضيلة هذا منقصة يعني إذا أنتو تعلمون أن هذا الفقير اللي إعلان دا يتكفف أمامك إذا أعطيته مال اشترى بهذا يشتري بهذا المال سكين ويقتل إنسانا إذا أعطيته هذا يعتبر كرم لا ليش لأنه لا يستحق هذا الكرم الله عز وليلا صحيح كريم بس الإنسان لازم يكون قابل لأن يكون محل الكرم فأي عمل ولو جزئي ولو صغير الإنسان لازم لا يستحقره أي موقف لازم يلاحظ في أي موقف أن هذا الموقف يكون فيه رضا الله سبحانه وتعالى يلاحظ أن هذا العمل لعله يؤثر تأثير سلبي في تصور الناس أو تأثير إيجابي وكما ذكرنا الإنسان إذا كانتني تصافي الله سبحانه وتعالى حتى أعمال الصغيرة يجعل فيها البركة وإذا نياته ما كانت صافية لعله عمل صغير يكون منشأ ل شرور كثيرة فالإنسان في أي موقف من المواقف هذا مو مهم نظرة الناس المهم رضا الله سبحانه وتعالى ولكن نظرة الناس أيضا موجودة يلاحظ أنه دائما هذا العمل يكون تمثيل صادق وحقيقي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام يخاف الله سبحانه وتعالى حتى في الخلوات لأن الإنسان ما يدري أنه الله سبحانه وتعالى شنو مقدر له الأخ رحمة الله عليه كان ينقل يقول يقول أكو مجموعة من المتدينين يعني في إحدى الدول الخليجية يقول ذول يعني أهل الصلاة أهل صوم أهل حاج أهل خمس فالليلة من الليالي كانوا رايحين على البحر فارشين فارش جالسين على البحر يقول فيها الأثناء وقفت سيارة وخرج واحد حزين كئيب قالوا له أنت لماذا حزين كذا قال آني واحد أشتغل في الغناء والآن سوقي راكدة وركبتني ديون وكذا وكذا قام يتكلم يعني كلام يدر الاستعطاف والآن ما حد يسمع إلى غنائي ولا إلى على كل حال ضربي بآلات الله فذولهم يعني احترق قلبهم له خصوة واحد لازم يتبع الله سبحانه وتعالى مو أنه يتبع هوى نفسه قال له لا ما يخالف أنت الآن غني لنا هنا قال آني بدون أدوات ما أغني قالوا عندك أدوات قال بالسيارة عندي قالوا أجيب أدواتك فجاء ببعض أدوات الله اللهو اللي في الرواية أول من جاء بالمعازف يعني هاي أدوات الله كان الشيطان بعد أن طرد آدم عليه السلام قابيل بعد قتله هابيل فكان كئيب فإجا الشيطان وقال له أن نخرج الكآبة منك فصنع له بعض آلات الله هذا أول آلات الله في العالم حسب الرواية على كل حال فأجي جاب ما أدري هالأشياء الآلات الله وبدأ يغني لهم وذول يصفقوا له زين موقف في ليلة ظلماء على شاطئ بحر محد موجود إلا الله سبحانه وتعالى زين اخشوا الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف زين يقول بعدين أستغفر الله سبحانه وتعالى هل توفق إلى التوبة أنت ضامن توفق إلى التوبة أتوب إلى الرحمن من سنتيني وإذا بعد أيام يعرض هذا الموقف على بعض الفضائيات تبين هذا كان كاميرا خفية بالسيارة مجايبين كاميرا خفية زين وبهذه الطريقة يعني في ليلة ظلماء عمل وعمل الله سبحانه وتعالى فضحهم على الفضاء الإنسان لازم دائما نسموه مسألة الفضيحة في الدنيا هذه مو مهمة أيامه تنتهي المهم أنه الفضيحة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الرسول وأمام الأئمة عليهم الصلاة والسلام على كل حال الشهد أن الإنسان في كل حركاته وسكناته يكون ممثل حقيقي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا يكون التمسك أما بالشعار وبالكلام باللسان نحن أتباع وبالقلب لا نتبع بالعمل لا نتبع ذلك الحديث معروف قال أنا من شيعاتكم قال الإمام عليه الصلاة والسلام قال أنت مو من شيعاتنا لأن الشيعي يعني التابع إذا أنت مو تابع أنت لست شيعيا أنت محب إيه تحب لكن لست شيعيا وتابعا حقيقيا نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم وأنتم في بلدة قمة المقدسة بجوار السيدة المعصومة ستزورون أو زورتم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الله يتقبل منكم جميع الأعمال استغل هذه الفرصة بعيدين عن أعمالكم ونشاطاتكم اليومية اللي قد الإنسان يغفل فيها لكن هذه فرصة مناسبة للتزود من معين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعاهد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأن يكون في الطريق التي أرادها الله سبحانه وتعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تزكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر